عندما أرى تلفونات نفس الأوبو فايند اكس، أحس الدنيا لها حين بخير لأن بالبحر تلفونات اللي فيها ناتش أو القذلة يطلع لك تلفونات تحفة فنية من ناحية التصميم والإبداع وأكيد الإبتكار أوبو فايند اكس يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بوريكي من بيجينغ عاصمة الصين تم الإعلان رسمياً وللمرة الثانية عن الأوبو فايند اكس 19 ستة تم الإعلان عنها أول مرة في باريس وأحبت شركة أوبو أنها تبين أننا نحن مهتمين عن العالم كله ومنهم أكيد نحن لدينا عالم العربي فأعلنوا رسمياً اليوم أن التلفونا سيتوفر حتى عندنا نحن في عالم العربي خلال إن شاء الله شهر الياي بحدود 750 دولار أمريكي حق 8 جيجيبات ذاكرة عشوائية و 128 جيجيبات ذاكرة تخزينية وهذا سعران أشوفها ممتاز نحن أوبو فايند اكس أنت أول ما تشوفها تشوف الشاشة وشون طريقة فكرة التلفون من غير حواف وشون هي تطبقت مع شركة أوبو بأحسن طريقة أنت ممكن تحصل فيها تلفون اليوم من ناحية لغة التصميم شاشة التلفون حجمها 6.42 بوصة ومجسم تلفون نفس البيكسل 2 XL والتلفون اسبيل ما أعتبر ثقيل باستثناء أن هناك ميكانزم داخل التلفون التي ترتفع وتنزل عشان تطلع لكل السناصر والشغلات التي تحتاجها من ناحية المستشعر من ناحية الكاميرا الأمامية وغير من الأمور اللي عادة تأخذ المساحة الموجودة من فوق وشفنا شركات نفس أبل تتبنى سالفة القذلة أو النتوء على تلفوناتها علشان تحافظ لك على المكان الذي تحتاج في تكون فيها المستشارات هذه الآن شركة أوبو الميكانزم اللي هم أحطي لك ياه يوعدون أنه سيقاوم الصدمات في تقنية في حالة إذا التلفون طاح من إيدك وهم حس التلفون أنه مو ممسك بالإيد على طول الكاميرا ترجع مكانها علشان ما تتأثر وشيء ثاني من ناحية الأتربة هل هي رح تتأثر ولا لا شركة أوبو تقول أن المسافة ما بين الشاصي نفسه مع الميكانزم اللي موجود داخل التلفون وايد وايد صغيرة ما رح تدخل الكتراب داخل التلفون ففعلياً سنجرب التلفون عشان يشوف هذا الشيء بسهمة من ناحية الاختبارات اللي سووها يقولون لك أن الكاميرا المفروض تقدر تتبطل وتتسكر ثلاثمائة ألف مرة ما تعادل استخدام خمس سنين إذا تتبطلها بحدود 150 إلى 200 مرة باليوم غير شريع الكاميرات اللي موجودة على التلفون رح تكون ممتازة أولاً الكاميرا الأمامية 25 ميجا بيكسل فيها التقنية الثلاثية الأبعاد معناها تقدر تمسح ويهك بطريقة الثلاثية الأبعاد نفس الشيء اللي شفنا مع تلفونات سوني آخر السنة اللي طافت وتقدر تستعمل هذا الشيء حق سيلفيز و بورتريت لايتينج وشغلات وايدة كثيرة من ناحية البرمجيات الموجودة على السوفتوير بس أساساً هم سووا لك ياه شركة أوبو مع مستشعرات الإنفراد الموجودة من الأمام لكي يقررون ويهك ويجعلونها هي الطريقة التي تبطل فيها التلفون لأن أضعها في بالك تلفون ما يدعم البصمة لا تحت الشاشة ولا من خلف الجهاز طريقة الوحيدة الموجودة عندك كخيار لكي تبطل تلفونك وتقفله هي سالفة ويهك وفعلياً تعمل بشكل ويد سريع جربتها أنا وحطيت ويهي برمجتها على التلفون وتعمل معي بشكل ويد سريع وبشكل مضبوط في حالة إذا أنت لا تقعد طالع التلفون أو المستشعر تلفون ما يبطل معك أو لا تنتبه له تلفون سيبطل شيء ثاني الكاميرتين الموجودين على الخلف هم سيكونون مخفيين ويطلعون بنفس المكنزم الموجود فيعطيك شكل تصميم وايد وايد حلو زجاج دار مدار التلفون غير الشاسي الموجود دار مداره مصنوع من العان ودايز الألومنم إلى الكاميرات الموجودة من الخلف ستعطيكهم تصوير صراحة جيد بالوضع اللي أنا شفته على التلفون واحدة منهم ستكون 20 ميجا بيكسل والثانية 16 ميجا بيكسل ويعطونك شاء الله ستكون مطابقة مع التلفون بشكل جيد حلو لأن التلفون هم يدعم لك الذكاء الاصطناعي اللي سيتعرف على الصورة اللي تقعد تلتقطها عشان يحسن لك ياها بأوضع أفضل غير الشديد نظام التشغيلي سيكون ColorOS 5.1 مبني أكيد على أندرويد 8.1 أوريو والحين لمسألة الشركة من ناحية التحديثات هل التلفون سيتحدث أول بول وكل بساطة كل ما ينزل تحديث يديد سيكون تلفونهم حق التحديث اليديد بس يطول على ما ينقلو لك النظام التشغيلي الأهمى بانين على التحديث فما توقع هنا أن التحديثات ستكون موجودة أول بول بس ColorOS في شغلات وايد كثيرة ممكن تغنيك عن شغلات أن تحتاجها أنا عن نفسي لأي حين أتمنى أن التلفون يكون نظام تشغيلي مع الأندرويد خام بس فعلياً سنجرب التلفون قبل أن أحكم من ناحية الأداء معالج مع التلفون سيكون سناب دراجون 845 8 جيجابات ذاكرة عشوائية وميو 28 جيجابات ذاكرة تخزينية الآن هناك إصدار الثاني لامبرغيني أديشن سيكون نفس الثاكرة العشوائية و256 جيجابات ذاكرة تخزينية وتلفون إصدار اللامبرغيني على فكرة سيتوفر عندنا بعد بعالم العربي سيكون بطارية أقل 3400 ميلي أمبير مقارنة 3730 ميلي أمبير الموجودة على الأوبو فايند العادي لماذا؟ كل بساطة اللامبرغيني أديشن سيكون بطاريتين 1700 و 1700 تجمعه مع بعض يعطيك 3400 ميلي أمبير استوى لك هذه الحركة علشان يقدرون يشحنونك إياهم بشكل أسرع مع تقنية السوبر فوك إذا لم أغلطان اسمها فوك إلا هو عندما تترجمها كأرقام يعطيك 10 فولت 5 أمبير فالمفروض التلفون يفول من صفر إلى 100 خلال نص ساعة منصجي خلال نص ساعة يعني التلفون العادي لا يدعم لك السوبر فوك بس يدعم لك الفوك العادي وهو السوبر شارج النفس الموجود على الداش شارج على وون بلس سيكس قد تكلم على 5 فولت يعطيك 4 أمبير هل يعتبر شحن وايد وايد سريع في جميع الحالات المفروض ما تحتوي من ناحية أداء البطارية لأن أداء التلفون يعطيك على الأقل استخدام يوم كامل استخدام مكثف المفروض أنت متحتي فمبدئيا التلفون وايد وايد عجبني شكله حلو ومواصفاته ممتازة نمطر التلفون يتوفر بشكل رسمي وإن شاء الله نقيم لكم مياه بشكل فعلي ومشكورين شركات أوبو مرة ثانية على الدعوة وبس بتعمل على الطالة اللوكسور ساوندكم من تعيشون أحمد بعريكي فمالله الكريم